موسيقى 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 هاي مشاهدينا مكملين معكم نمت في الايب وصار واحد فكرة باتس اليوم رح نحكي عن موضوع شوي هيك مهضوم وخفيف نظيف يعني بما أنه كريسمس وأكيد في عنا الكلاب بعيدوا معنا كريسمس ويكونوا ناطرين يمكن أن هنهي بالنهار الأكل أكتر منه لأنه بيكونوا شامين الطبخ والتيركي والأكل اللي عم ينعمل وعطول من نقع بمشكلة أنه بيصير هالكلب قاعد بين أجرينا ولأنه في عج أيتو خفئة العيد بيصير الكلب بده يعطيه أكل ومنوقع بمشكلة آخر الليل إذا تداية استفرغ أو صار معهم مشاكل بما عدته اليوم معي جاد كرام رح نحكي شوي أكتر عن شو فينا نعمل ليلة كريسمس شو نتفادى شو نخليه نياكله وما نخليه نياكله لأنه ما بدنا نوقع بمشكلة آخر الليل هاي جاد هاي فاميلا كيفك؟ مجور يا جميل يعني أنت بنعرف أكثر ناس بتعرف شو لازم نتعمل الكلاب you have information عن شو بيصويلون شو ما بيصويلون خلينا نعرف اليوم شوي تما نوقع بهالمشكلة على كريسمس أنه يكون معنا الكلب ويصير كل الفاميلي منبر أنه يلا حرام وخلينا نعطيه بمرؤوله تحت الطاولة ومنلاقي أنه عم بيصير فيه غلط كبير أنه بيأكل أشخاص مط سويله خاصة أنه ليلة كريسمس في كتير أكل ما بيصويل كله يكلون الكلاب حتى أوقات بيقطع الكال يعني أكيد فشو بدنا نعمل جاد؟ كيف بدنا نرويق الوضع منوقع بهالمشكلة نعرف شو نعطيهن بطريقة صحيحة أكيد باميرا البتز إذا كان كلب أو بسين بنا ننتبه لهم بهذه الفترة سو رح يكون فيه فيه ليسة قصص معروفة ممنوعة يعني دجا مثل مثلا كل شي خاصوا بالالكول بالعيد رح يكون فيه منه أكتر مثل ما شايفين كمانا هلأ هذا البلانت كمانا بتكون موجودة بالعيد سو هيده كتير توكسك خصوصا إذا الكسر يتطلع منها الليكيد فيه عندك كل شي شوكولة هلأ الشوكولة فيه عندك شوكولة حتى شوكولة نوار يعني مش زي ما فيه سكر ما بيكون مدر شوكولة نوار كتير مدر كل شي سويتس وسكر وسويتنر يعني بالأخص كل شي فيه كزيليتول كزيليتول كتير توكسك للكلب وفيه أوقات فيه أساس ما منفكر فيها كزيليتول مثل مثل بينات باتر أو حيالة برودكت الكزيليتول كتير مدر وفيه كمانا ناطس أنمائ ناطس كمانا خطرة مثل الماكاديميا والجوء الماكاديميا كتير مدرة والجوز كمانا بالأخص النوع البيكا هلأ فيه شغلة كمانا أكتر شي بتكون بالعيد اللي هي الزبيب كمانا والعناب فيه شريط الأفوكا فيه كل شي توم بقى جنرال كل شي فيه بهارات والسوسيت هلأ بالتحديد فيه كمانا عنديك العظم هاي دي شغلة لأنه بتعرفي بالعيد رح يكون فيه تركي يا تركي يا جيج يا لحمة يا شي سو منفكر أنه أكي الكلب كتير رح يحبها للعظم هو أكيد بحبها بس العظم it's a no it's a big no يعني للكلب وللبسينات كمانا هلأ ما بيأكله كتير سو ليش لأنه كل شي عظم مستوي أو مطبوخ هو it's splinters يعني بيصير بيعمل مثل بيمروس وبيعلق ممكن يعلق بيحناك ولله هيدا أوكي وله يتكرس مستعب نلاقيه فاتفاتيح ونقع بمشكلة لأنه يصير عنده مشكلة مع الطعب وقت تتخزق المعدة من وراه والأعدام الكلب رح يكون كتير حابي بهذا الطعام ورح يجرب يأكل شيء أكبر من طاقته بس العدمة هلأ إذا عدمة نية بتقطع بس كل شيء عدم مستوي ممنوع لو كان كلبك يأكل أو كلبك يأكل مثلا عدم أكل مرة أو مرتين أو عشرين مرة وما صر له شيء ممكن بهالمر يصير يصير له شيء وهيدا بيز على كل وكل الكيسز يعني اللي صايرين بسيكلي إذا ما نفكر فيه هلأ ستارك مبسوط معنا عم نشوفه قاعد تحت ستارك ديمن مبسوط أخذ كل بس ليك عائل نسبة لغيرك هلأ ستارك عائل ليس عمور 7 سنين يعني بس حتى لو 7 سنين نهتم في منيح واضح هذا الشيء واضح هذا الشيء كنت عم قلت لك بسيكلي كل الأكل اللي رح يكون موجودة على طاولة العشاء مو بيسويلوا للكالكالب يعني كتير قليل اليوم لأتفكر أنه أنا بقدر أعطي يمكن شوية فاشتابلز مسلوئين خليني مية بمية خليني أقلك هلأ أول شغلة أهم شيء أنه البت زكين كالب وبسين إذا منحبهم دي أركن صدر أس فاميلي ممبر يعني فرد من العيلة حيالة فرد من العيلة ما فيك تترك البت يعني بالزاوية بوقت هالكل شيء عم نعملو بالإيفنت بالعشاء بالتحضير بكل هالإكسايتمنت يكون الكلب أو البسينة على جنب لازم يكون مو بيسويل هلأ كيف لازم يكون مو بيسويل أو شو لازم فيه نعطي هون الفكرة لازم ننتبه هلأ شقفة لحمة من تركي من جيج من لحمة هيدا ما بيأسر يعني هيدا منيحة بالعكس مهم ما يكون علييا ولا بهارات ولا صوصات كتير أوكي شقفة مثلا مثلا مثل بروكولي جزار بيز مثلا قصص هيك كمانا منيحة كمانا بلا صوص رزع جيج لا لأنه أكيد فيها صوصات أكيد فيها قصص كلها بهارات جبنة جيز إذا فيه فضلات جبنة كمانا لا كل شيء كتير كاربز لا بس أنه كل شيء لحمة يعني فيك تعطي هلأ حسب كيف معودة الكلب هوني إذا بديك تعطي أنت على الطاولة ولمن يكون وقت العشاء كمانا فيك هوني تكون عم تطعميه للكلب يعني حتى يطيله أكله ويأكل أكيد إذا بالطعمي أكل صحي وفرش أكيد بيكون مبسوط معك أكتر وحيسس يعني مبسوط أكتر وبيكون عم بيأكل عم بيأكل معك هلأ هي المشكلة عادة بتقدر تعمل كنترول بس كنت عم بقول بالأول أنه علاقك كريسماس دينر بتكون كل العائلة والأصحاب مجموعين بيبطل فيه كنترول بتصير كل واحد عم بيضمك تحت الطاولة شوي هو بيصير لاحق من عم بيعطيه أكتر شيء ليكون قاعد تحته تايزمت منه أكل فأنتوا هون هالمسئولية بتقع على كل شخص أنه أنتوا عرفوا كيف بتكون توصلوا المساج بطريقة مظبوطة أنه بليز ما تطعموا الكلب حتى لو اليوم عيد ومتظم طوله الشي لأنه معقول يقع بمشكلة كبيرة نحن عم نحكي عن الكلاب بس كمان بسينات أوقات عندهم أبطايت على طاولة الأكل هلأ مش قد الكلاب بس كمان بسينات بنطه بسينات يعني يمكن أهي أهيان شوي وأصعب شوي للأطيون بس كمان راح إذا فيه شمع مثلا إذا مضوي شمع إذا فيه مثل ما شايفين هون البسينات البسينات غرامهم يعني غرامهم أنه لزينا عم ينبسطوا هني عم ينبسطوا بهالشي اللي احنا مبسوطين فيه بس هني عم ينبسطوا بطريقتهم هلأ فيه كم تب مثلا فينا ترشة قصص ترشة مثلا حامود أو قصص ما بيحب البسين أو الكلب مثل شوية خال وهيك وفينا مثلا ما شايفي قلبنا كبير سوكين كل ما يقطع حد الشجرة يتير نص الشجرة المغارة روسهم كلها رايحة هلأ متفرجينا بالصور كيف في عالم خاطين مثل كيج هيده شوية شوية كرياتيف شوية كرياتيف هيده حلة فيك تعلق الشجرة بالسقف فيك تعلق شجرة وفيك لكن احنا حطينيهم نضبل تايب للأشخاص بالمغارة وكلهم سبتين ما بقى يتحركوا بيقطع ستارك ستارك لأنه حجمه كبير بالبيت مشان هيك بيكون شوف دانبو هو قطع يعني دانبو عم بشي اليمين شمال مزبوط هلأ كمان هيده الشغلة معروفة بالبساينات وبالكلاب قديش بيخربوا يعني بيحجمهم الكريسمستري وقديش بساينا أكتر شي بالليل بيمدرش وبيصر لهم بينطوا في شوية كلاب كمان بيجو هيك هلأ أنا لكي عيونه كيفو قاعده عائل مين بيقول انه هيدا بيطلع من أمره شي منه منيح عم تقلي ستارك انه كبر عندك هالمشكلة معه على الأكل ولا خلاص تعود انه في نظام معه لكي هلأ نحنا يعني ستارك تعرفي انت شوية بيعمل كثير قصص بيعرفي عمل كثير ويسألونه ما يمدربوا بإلماني أو يقولوا لأ أنا مدربوا لك عارف بديك تعرفي بس كيف تحكي مع الكلب وكيف انت يعني مش انه لأ ممنوع يأكل من الإيد إلا ممنوع يأكل إلا انتك شو اللي بتعطيه مثل كأنه كمانا مثل شي بي بي كيف عم تربيه وقدي عم تتركيله حدود وقامتين هيدا سوستارك صار معوض علينا وبيعرف كيف يتصرف خلاص تعود كما يكبر الكلب كما يصير معوض أكتر مشان هيك وقتا يكونوا بابيز مشان هيك جربوا من هن وصغار ما تعودون هو العوايد البشعة انه شو ما عم ناكل بدنا نطعميه بيصير معوض انه خلاص كلمة عم نشوف حدا عم بياكل يعني هو بدي ياكل لأ بدك انت تكون مسيطرة على هالهابت اللي انت بديك هالهابت اللي بدك ايها يعني البات آخر شي بيلحاك صح يعني هولي اول شي بالبداية اول ما تكون جايبوا كبابي لازم ما نقع بهول مشاكل هلا انه كمان حلو تنبسط شوي مع البات حلوه شوي يخرب لك كم شغل يتخب لك مقصة اكيد بس اوقات بتصير القصة اوفر يعني بيصير مزعج بتصير انه عم بيزعجاك عم بيزعج العالم اللي معك ومنه كتير حلو في عالم تنزعج من وجود على الاكل في منهم بيصيروا يعووا بيصيروا ينطوا فكمانا بركة فيك تعمل شغل انه ما تحطهم بالقوضة اللي انت قاعد فيها او على الوقت يكون فيه اكل انه ينحط بطريقة بغير محل يمكن ينحط بره ينربط اكيد هلا في عالم لانه بيزعجوا كتير يمكن في عندهم فوبيع على الكلاب او او زال كلب كتير ما عنده هون منضطر يعني نعمل هيدا شي يكون هو بقوضة بره بس بعد ما يخلص بديك ترجع تعطي انه انت منك يعني مزروب او منك عرفت اي مش ظلمينك يعني مش انه لافت اوت ومش انه ما بدنا يكتون معنا لانه حساسين وبيزعلوا زلزعلوا بصير مننا راديون وفتنا هلأ بقصة طويلة عريضة لكنكت عم بتقلينا عن شغلة جاد انه دارك تشوكلت كتير تاكسيك للكلاب معلقت عليها هيدا الموضوع مزبوط هيدا الشي ما كنا ما كنا عارفينه اي بفكر واحد انه بس السكر او بس الهيدا لأ الشوكلت فيه مادة مثل كيف كمانا تليك الكزيلتول مثلا فيه غير السويتنرز بيقطعوا مثلا بكميات اذا ما كانوا هيدا بس بالتحديد مثلا الكزيلتول فيه مشكلة وهيدا ممكن شخص ما يكون يعرفه يكون مثلا عم يعطي بينات بطر فيه بينات بطر فيه مثلا شوية الكزيلتول بكمية قليلة ممكن يكون عم بتضر فيه قصص كمانا مضرة كتير مثلا مثلا مثل الماكاديميا البيكان كمانا منفكر انه اوكي بيأكلوا شوية مثلا لوز كميات قليلة ما بيصير شي بس فيه قصص بالتحديد لازم واحد يعرفها ودايما ديما ينتبه لها حتى البزورات بيفكروا انه اذا عطيتوا حب البزورات او قلمد او شي انه it's not fine لانه ثلاثة رباعة بيبقى كمان فيهم بهارات والا قريس انت لكل البزورات عم يكون فيها مصر مدخن وهيك ايه smoke وفيهم بهارات وفيهم طعمات وكمانا بحس انه هلا اذا كمية اذا وحدة هيك منو ثلاثة تانية ما بيأسير بس انه اكيد كل شي بكمية قليلة صغيرة وكل شي هول الليستر اللي حطيناها هول it's no يعني ما انتبه لون هلا السكر اذا اخد شقفة صغيرة شي سويت يعني يعني كمان حسب حجم البت تعرف البت يعني في عندي كلب وزنه 2 كيلو وفي عندي كلب وزنه 40 كيلو صح ال40 كيلو اذا اكل ما بعرف 10 جرامات 20 جرام شي سويت ما بي ما كتير بيأسير بس انه افضل شايف بيا شايف بيا ممسوط شيك بيا عيطي له خلاص ودي فرجيكم ايه بديقول انه مني عائل وواشي حالي الكستارك عنده حدا غير بالبيت يعني فيه بسينات معه بالبيت بالشغل ايه في بسينات تتعوض عليهم هوه كان صغير كان كتير يعني اول ما شوف بسينا بده يركض عليها ويأطلو بعض حتى البسينات هي لكن البسينات محتلين اكتر من الكلاب كتير معروفين اصلا انه هنه 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 اذا كان قاعد هاك تستفزو للكلب تجي عليها لبسينة وتصير انه تستفزو تستفزو مع انه هو لك شو عائل جاكتا انكيو كتير للمعلومات نتبهو على كريسماس دينير مثل ما سمعتو ما نعطيهم نحيال لشي كل شي بسمول كونتيتيز كرمي لهم وكرمي لهم نظل مبسوطين بهذه الليلة ما يكون عندنا مشكلة بعدين ونصير منش عارفين ما نركض فيهم وكمانا فينا نمرق لهم تريتز كمانا ضبطنا يكون هم تريتز كالهم لازم يكون فيه تريتز بهذه الفترة كل ما يكون الكلب شوي out of control بيكون تريتز بتساعدين تانكيو جاد كتير لوجوداكم على اليوم هذه فكرة بيتز كانت معكم رح نروح فاصل ونكمل ترجمة نانسي قنقر